وصلنا لأولى مساحاته صباحنا غير رشح نحكي فيها عن الاضطرابات النفسية وهي بتتعدد بين الإدمان التعاطي وكتير من الأمور وعم يكون شهر رمضان الكريم هو فرصة اليوم للتخفيف من آثار هاي المشاكل أكيد نرمين اليوم نحن بهذا الشهر هي فرصة لتهديب النفس موضوع التعاطي بشكل عام عم يأثر بشكل سلبي على حياة المدمن إن كان بالوقت الحالي ولا الأكيد للمستقبل أحيانا كتير أدوية الالتهاق المضادات الاكتئاب القلق عم تعطي هذا التأثير المرضي للمرضى فهنو بيكونوا بحالة مؤقتة للأسف يعني بفكروا أنه هنو دائما حيعيشوا بنفس هاي الحالة وممكن كون نكران للواقع بسبب الضغوطات النفسية صحيح عم تتعدد كتير المشاكل ورح نحكي أكتر عنا برحاب يسعدنا نرحب بالدكتور راغد هارون اختصاص طب نفسي ساد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك صباح الخير دكتور رمضان كريم رمضان كريم على الجميع يا رب صرنا هيك بي وفصح مجيد على الجميع إن شاء الله ربنا يا رب كل أيام ما تكون أعيادك تحمل السلام لسوريا أهلا وسهلا دكتور نحكي عن موضوع كتير شائع حتى يعني خلينا نقول هو مهم وشائع خارجيا نحنا دائما عندنا ثقافة الإضاحة أو مواجهة المشكلة عندنا ياها مشكلة بحد ذاتا يعني خلينا بدايتا نحكي شو هو هو قطل إدمان بشيء التعاطي بشكل عام وإيما نحنا قادرين نوصف هذا الشخص إنه اليوم مدمين أو لا صحيح يسعد صباحكم وصباح الجميع وكل عام والجميع بألف خير يا رب حقيقة بالنسبة للمشكلة التعاطي أو الاعتماد الدبندنس هي مشكلة فعلا عالمية ومشكلة مهمة جدا وخطيرة لأنه بتتناول أهم شريحة بالمجتمع واللي هي أعمار 18 لـ 25 سنة وهي الأعمار اللي بتكون عم تمتلئ بالمعلومات بالجامعات بالمدارس من أجل أن تعد لأن تصبح أشخاص صالحة وفعالة بالمجتمع فإذا نحنا يعني أو إذا أهملوا أو استغدفوا بهذه المواد من يكون خربنا لهم كل مستقبلون من دون ما هني يكونوا قادرين على مقاومة الموضوع الاعتماد أو الإدمان نحن منعرفه ومنقولها الشخص عنده اعتماد أو إدمان على أي مادة لما بيكون عنده الحاح جسدي ونفسي على تعاطي هذه المادة العمية تناولها طلب حس جسمه عم يطلبه؟ جسمه عم يطلبه ونفسته عم تطلبه وهو لا يستطيع أن يؤدي كل إنجازاته من تركيز وانتباه من دون ما يكون ماخد هالمادي هاي أنا بحب بس ضيء على نقطة معينة مشان ما نظلم باقي الأدوية لأنه هذا شيء شائع بالمجتمع بصراحة منظمة الصحة العالمية مشان يكون في وضوح حددت عشر مواد سمتها مواد ذات تأثيرات نفسية بمعنى هي مواد تسبب الاعتياد مثل هني عشر مواد مشان ما نقول أو مشان ما مثلا نعمم أو ستة البيت تقول والله جوزي يا دكتور مأدمن على إبرها ديكلون أو حبها السيتامول هاي مواد ما بتسبب ادمان ولكن هذا السلوك خاطئ بتناول الأدوية تمام يعني هاي عادة سيئة بتناول الأدوية أو منسميها أبيوز أما الإدمان ومثل ما تفضلت يا حضرتك يعني بعض المواد مثل ما بتعرفوا الكحول من المواد المهمة اللي بتسبب إدمان وبحب بس اذكر نقطة تخيلوا قديش هالمواد ذات التأثيرات النفسية ذات تأثيرات اجتماعية خمسين الأحصاءات والدراسات الحديثة الأمريكية بتقول خمسين بالمية من جرائم القتل في العالم لها علاقة بالكحول تخيل لي قديش تحت تأثير لها علاقة بالكحول بطريقة أو بأخرى قديش إذا أنقذنا العالم من هذا الموضوع قدي بانخفض مستوى الجريمي طبعاً نحن من البلاد الحمد لله يلي ما كثير من تشير عنه هذا الموضوع المواد الأفيونية مثل الهيرويين وغيرة المنشطات مثل الكوكاين والميت أمفيتامين وغيرة المستنشقات المواد الطيارة مثل البنزين التنر الشعلي هي مواد كلها ذات كومون إدماني البنزوديا زبينات وهي من المواد اللي منوصفها ولكن بفترة معينة وبكمية محددة فلما بيسيء مريضنا التناولة ممكن يصير في عنده اعتياد أيضاً تخيلوا منظمة الصحة العالمية مصنفة الكافئين والنيكوتين من المواد اللي تسبب الاعتياد أو الإدمان النيكوتين من المواد اللي تسبب الإدمان بمعنى المدخن إذا ما دخن إدر يوم ما يدخن اليوم البعده بده يبلش تبلش أعراض السحب بده يصير نزق كئيب سريع الغضب جسمه عم يطلب هالمادة أيضاً الكافئين نفس الشيء إذا كان عم يشرب كميات كبيرة من المواد الحوية على الكافئين كالقهوة الشاي الكولة وغيرة من الأطعمة اللي فيها مادة الكافئين دكتور خلينا نسأل حضرتك في فرق اليوم بين الاعتياد والتعود وبين الإدمان يعني هنون درجات ولا هو نفسه يعتبر يعني نعني كلمة الإدمان كانت تطلق قبل عام 1960 على الأشخاص اللي بيأدبنوا على المواد احتراماً لون منظمة الصحة العالمية ولأنه لقيت لقيت أنه به هذا اللفظ في جرح وخدش لإنسانية هذا المريض حبت تستبدل كلمة الادكشن الإدمان بالدبندنس الاعتماد بمعنى وجابت كلمة الاعتماد من الشيء العام يصير حقيقةً بجسمه وهو اعتماد جسمه على أداء وظائفه من خلال تناولها هي المادة مثال سائق كحولي كل يوم بيشرب هذا السائق لا يستطيع أن يقود 300 كيلومتر الزمان وشربان الصبح ومسيطرة على كل أعراض الصحب اللي ممكن تصير واللي ممكن يكون منه اللي تتركيز والانتباه وبالتالي ممكن يعمل حادث لا سمح الله على الطريق هذا هو الاعتماد إذن أنا يعتمد جسمي لأداء وظائفه على هذه المادة فكلمة إدمان تعانو الغية منها لا مثل ما لغة منظمة الصحة العالمية ولكن بتظل الناس تقوله لأنه يعني تعودنا هو تعودنا أو ما حدا بيعرف هالمعلومة أو خلينا ما نجرح المريض بهالكلمة لأنه بتحس فيه مدمن بينما إذا قلنا معتمد لأنه فعلا ككلمة علمية الدبندنت الاعتماع الدق من كلمة المدمن حكيم خلينا نروح للشق النفسي للأشخاص اللي بيكون عندهم موضوع الاعتيات خلينا نقول على مواد ممكن ياخدوهن كان عن طريق الأدوية أو عن طريق القصص التاني شو هي الأعراض النفسية اليوم المرتبطة بهذا المريض يعني شو هي الأعراض اللي بتظهر لدى تناولة ولا الأمراض التي تشكل دافع الأعراض تحت تأثير تماما نحن لدينا مجموعة أعراض إلى علاقة بالانتوكسيكيشن يعني تناول المادة ودينا أعراض إلى علاقة بالديتوكسيكيشن سحب هالمواد أو ما عادت موجودة فريد أصيبني أعراض سحب يعني مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال الكحول المريض اللي عم ياخد كحول أو الشخص اللي عم يتناول هالكحول بكميات كبيرة هو شخص ثمل مرتخي ما عنده تركيز عنده ثقل بالكلام عنده خربطة بالكلام غير قادر على التواصل مع الآخرين وغير قادر على أداء مهامه هلأ إذا أطعنا عنه الكحول ووضعناه في غرفه ووضعناه كاميرا ترائب شو هي الأعراض اللي بدت تصير لما بدت تنطع هالمادة عن جسمه وتبلج تخرج منلاحظ أنه صار سريع الغضب والاستثارة كئيب إنعزالي بالبيت مثلا إذا جبروه بالبيت أنه ما عد فيه ممكن يمر بمرحلة منسمية الدليريوم تريمنز أو العذيان الارتعاشي هذه المرحلة بيصير فيها هلاوس بصرية وهلاوس سمعية أحياناً فممكن تعيشوا بأعراض شبيهة بمريض الفصام أو مريض الذهاني بشكل عام من إهلاسات وتواهمات إلى أن تزول هالأعراض لأنه هي أعراض مؤقتة ناتجة عن سحب الكحول من جسمه نحن اليوم قادرين أن نطبق هذه الإطرابات النفسية على كل أنواع المواد التي يأخذها المريض بغض النظر عن الكحول المادة ثانية يعني الإطراب واحد دكتور باختلاف نوع المادة لا أكيد هذا مثال مثال تحدثنا فيه عن الكحول أما في عندك المريض المعتمد على المشتقات الأفيونية كالهيرويين أو غيرها مثلا المريض المعتمد على المشتقات على المنشطات مثلا في مادة دارجة بهذه الأيام اسمها الكريستال وهي مادة فعلا خطيرة جدا ميت أمفيتامين يعني هي مواد ممكن تعمل احتشاءات دماغية أو قلبية إضافة إلى الإطرابات السلوكية الخطيرة الممكن تعملها من توهمات وإطرابات ذهانية قد تؤدي إلى ارتكاب الأعمال العنيفة تجاه المحيط بشكل غير مبرر وناتج عن مس انتربرتايتد سوء تأويل لتصرفات المحيط من دون ما يكون في أي سبب واضح لجرمه أو للمشكلة اللي سايرة حياتا فكل مادة إلى أعراض بالانسيمام بأخذ المادة أو بالترك خاصة في حياتا دكتور حضرتك ذكرت مواد هي معروفة للكل النظارة مثل المخدرات الكحول التدخين أو الشمشة للأسف اللي دارجة شوي عند فئات عند الأطفال حياتا نعم رح نرجع نركز على هذا الموضوع ولكن في مواد بالظاهر تعتبر هي ما نصنف أنها ضارة مثلا ممكن أدوية النفسية كتير يخافوا ويقولوا أنه مثلا المريض ممكن تسبب لي إدمان فكيف نصح رجعتيني حقيقة يعني أنا حاولت دافع من البداية إم تنسيت الفكرة بدافع عنا فشكرا إليك شكرا إليك يعني فعلا نحن لازلنا إلى الآن منعاني من أهل مصيبة لأنه نحن من ظلم نأكد أنه الأدوية النفسية الأدوية النفسية وتحديدا إذا بدنا نقول مضادات القلق أو الكآبة لا تسبب الإدمان نهائيا ليست من الأدوية المصنفة في منظمة الصحة العالمية على أنه بتسبب اعتياد أو إدمان على العكس كل المؤتمرات وآخر مؤتمر كان يشيد ويؤكد على ضرورة أخذ المريض المكتئب أو القلق أو اللي عنده وصواس قاري لهذه الأدوية من أجل الحفاظ على عملية دماغية سليمة وإلا فأن دماغه سيتجه باتجاه الدي جينوريشن التنكس والدمور يدمر دماغ المريض الغير راضي بالعلاج ويبقى دماغ المريض المعالج بكامل وظائفه وهي نتائج قدمت بمؤتمر فلورنس بإيطاليا على أدمغة المرضى المتابعين لعشرات السنين فالأدوية آمنة من أأمن الأدوية وممكن مشاركتها مع كل الأدوية القلبية وغير القلبية من دون أي مشكلة بس الأهم بإشراف طبيب تكون هاي النقطة الأهم؟ هاي النقطة الأساسية بإشراف طبيب اتنين بالكمية الواصفة الطبيب طالما هدول الشرطين محققين أنا أؤكد لك بحياته مئة سنة قادر على أنه يأخذ الدواء وأنا يعني للأسافة للأماني يعني بتأسف على أنه في بعض الأطباء الجملاء الأطباء من غير اختصاصات حقيقة بينصحوا بينصحوا العديد من المرضى اللي دواهم مهم جدا وهن من المرضى المكتئبين واللي في عندهم بعد ما نحنا ناخد القصة المرضية بشكل دقيق منلاحظ أنه في عندهم سويسايد ثوت أفكار انتحارية بينصحهم بأنه إصحى تقربي على هاي الأدوية ما بتعود تخلصي منا بحياتك طيب يعني يا دكتور إذا حضرتك طبيب وعم تتحدث بهالطريقة هاي شو خلينا للعالم يعني هذا كلام ما نصح نهائيا بعدين هذا كلام في مسؤولية أنت عم تحرم مريضة عندها أفكار انتحارية و عندها اكتئاب من أنه تزول الأفكار الانتحارية وترجع لحياة السليمة ليش عم نتدخل باختصاصات بعضنا أنا لا أستطيع أن أصف دواء خافض للضغط الشرياني ما نو اختصاصي مع أنه أنا طبيب عام وقادر على أني سجل إذا بدك دواء واني قادر على أني أعمل عمل جراحي لأنه اختصاص غيري وبيحترم حدود اختصاصي رجاء منظل نأكد أنه خلونا يعني تيت الشاركية بين الحالي نعمل نعمل بمحبة وبما يفيد المريض دائما همنا المريض وليس همنا أنه أنا بعرف أكثر أو ما بعرف أكثر دائما نشعر أنه هناك شيء أكثر من اللي أنا بعرفه ممكن غير يشارك فيه من أجل برجع أقول المريض لأنه نجاحنا بيظهر من خلال تحسين حياة المريض وإلا لا يوجد نجاح بحملنا تمام حتى في نقطة حكيم أنه حتى الصيدليم يعني ممنوع تصرف هذه الأدوية بدون وصف الطبيب وعم تتسجل يعني ضمن النقابة السياطلة خلينا نحنا ضمن الشهر الكريم اليوم شهر التهديب النفس اليوم نحنا كيف قادرين نساعد أشخاص عندهم خلينا نقول حالة من بياخدوا أدوية كان اكتئاب كان أي شيء تاني خاصة إذا كانوا عم بيصوموا فهي ممكن صيام مرحلة منيحة يعني حلوة بيومهم يقدروا يمسوا حالهم عن هذه الأدوية من خلال تجربتك نحنا اليوم كيف نقدر نساعد أدو الأشخاص طبعا الأشخاص اللي عم ياخدوا أدوية مضادات الاكتئاب أو في عندهم اعتماد على مادة دائما للأمانة من لاحظ وأنا فعلا بلاحظ بشهر رمضان المبارك والفضيل أنه عم يكون دافع مهم جدا وكبير لشريحة كتير كبيرة من مرضانة اللي عم يحبوا أنه يخلصوا لحتى يكون هالشهر الفضيل هو بداية لحياة جديدة بحياتهم وبحياة أسرتهم اللي عم تعاني من مشاكل الاعتماد على هالمادة من مصروف من سلوك سيء مع الأولاد من سلوك سيء مع الزوجة من سلوك سيء مع كل الناس لذلك فعلا شهر رمضان المبارك عم يكون دافع كتير مهم بدفع جميع المرضى لأن يبدأوا العلاج حتى كتير منهم بيخلصوا فعلا من المادة بأسبوع عشر تيام وبيفرحنا وبيطمن طبيبه أنه أنا صرت عمصوم يا دكتور شلون بدي أصير آخر آخذوا الدواء فإذا كان عم ياخدوا مرتين بنعملوا إياه بالسحور وبالفطور أيضا بالنسبة لي جميع مرضانا النفسيين يلي عم يتناولوا أدوية ما في أي مانع أنه يستمروا بالصيام بالعكس أيضا الصيام والحياة بهذا الشكل الرحيم خلال هالشهر الفضيل طبعا واللي هو بدي يكون بداية لحياة كلها رحيمة وفضيلة من خلال البداية بهذا الشهر بإمكانه يستمروا بتناول أدويتهم ما في أي مانع هذا ما بيمنع أنه يقطعوا مريض الاكتئاب مو مطلوب أنه يقطعوا دو الاكتئاب ولكن ممكن أنه ياخدوا على الإفطار أو على السحور مثل ما هو بيحب حسب نظام حياته المهم أنه ما نزل من التركيز الدموي لهذا الدواء يلي عم ياخده يضل مواظب عليه بشكل سليم تمام وبشكل مناسب تمام دكتور خلينا نقدم نصائح اليوم للأشخاص يلي عندهم حدا بمحويتهم مدمن أو متعود خلينا نقول على مادة معينة نعم ولكن هنو حابين يفيدوا بهذا الموضوع كيف هي مراحل الإقناع بتكون لتخلي ممكن يكون عن سلوك معين أو حتى عادة معينة صحيح طبعا من نتوجه للأهل جميعا وما في شك بمحبة الأهل لأبناء محبة كبيرة ولكن أحيانا بيكون سلوكهم بالتعامل مع هاي المشكلة معزز لي الاستمرار بها المشكلة من خلال الهياج والعصبية والانبهار والتفاجئ بأنه أنا ابني معتمد على الهيرويين أو كذا نعم بتصير المشكلة دائما تقع هناك أحداث دائما تقع في الحياة الحياة لا يمكن أن تستمر من دون أن يقع شيء ولكن الأهم من كل ذلك على الإطلاق كيف أنا بتعامل مع المشكلة احتواء كيف بتعامل معه؟ هادي الشيء اللي بدي أنصح فيه الأهل أي تغير بسلوك أبناء كلها؟ أي سلوك جديد ملاحظينه صار سيء؟ أي تراجع دراسي؟ أي تغيب عن البيت؟ لازم نقعد مع أبنائنا ونتحدث معهن؟ البن دائما بحاجة لـ Good listener شخص مستمع جيد وإذا ما كانوا الأهل هن المستمعين الجيدين لهالإبن هو ما نبي حاجة حدا أكتر منهن هن لأنه فعلا أيضا من خلال الممارسة يعني من لاحظ الأهل المتفهمين دي هالمشكلة عم يكونوا سبورتف داعمين أكثر من الأهل يلي شاحطينه وجايبينه على العلاج حتى لدرجة موظم مراكز العلاج في العالم ما بتعالج حدا رغم عنه لما بتقتنع بالعلاج بعالجك أو لما بترتكب مخالفة قانونية بمكان توقيفك بتتعالج بشكل مناسب وبالتالي نحن ليش لحتى نسنها وقوع المشكلة ليش ما بنسمع وبنتفهم هالمشكلة وبنعرف أنه بتصير وبنتعامل مع أبنائنا بطريقة تشجعون وتحفزون على فعلا رغبة العلاج لأنه مشان نكون واثقين إذا رجعوا غلط مرة تانية رح يكون صادق معنا ما رح يلجأ للكذب نهائيا وهي أهم نقطة بيننا وبين أبنائنا تفهموا كل شيء ممكن يحدث مع أبنائكم ولا تجعلون يميلوا باتجاه الكذب لأنه هون تختل العلاقة بشكل كامل مع الأبناء وبالتالي وهنا تقع المشكلة الأكبر من الاعتماد طيب دكتور هون عن أي فئة عمرية نحن عم نحكي يعني اليوم موضوع الإدمان أو التعاطي كان بكل الأنواع خلانا نقول صحيح أيمت اليوم الشاب ممكن أو الصبي ممكن يميلوا لهذه القصة صحيح طبعا يعني العمر المثالي والعالمي والذروة بالمنحن البياني أو النسبة العالية لي السوء استخدام أو الاعتماد على المواد هو بين عمر 18 و 25 سنة وهو أهم عمر بحياة الإنسان لأنه عمر الامتلاء عمر الإنجاز وحتى يكون ناجح بحياته وبالتالي هي أكثر فئة عمرية هناك حالات بتجيب كثير أيضا عند الأطفال مثل ما تفضلت المستنشقات أو غيرها من المواد ممكن النيكوتين وغيرها وممكن بأعمار متأخرة يصير الاعتياد خاصة إذا حدث اكتئاب ودفعوا الاكتئاب إلى تناول الكحول بكميات لحتى محاولة هي منسمية self treatment يعني محاولة علاج ذاتي لنفسه بها المادة فبيلاقي حاله بعد فترة اعتاد على الكحول وصار بده يتعالش دكتور أكيد الظروف صعبة كتير عم بتكون والحضار للإدمان هو سهل بهاي الظروف عم بتكون ولكن شوية واعي لأنه بنعرف الظروف السيئة ما راح تدوم نهائيا فبننتشكرك كتير لو وجدك معنا الدكتور راغد هارون اختصاص تبنفسي شكراً لكم شكراً دكتور لحضورك شكراً لكم صباحك حلو على طول سهل صباحك شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم